سؤال في رسالة طويلة جداً بتاعة 15 سطر تقريباً لكن انا هاختصرها بتقول بعد اذنك المواليانا تفضلي معجرةً سمعت قبل كده على اليوتيوب شيخ بيقول ان الناس اللي بتعمل سحر وبتسخر جن وشياطين علشان تقضي غيرها بتبعت شياطين صغنانين انصح التعبير علشان يروحوا لهم فلما يلاقوهم بيصلوا ملتزمين فمش بيقدروا عليهم فترجع الشياطين الصغنانين مرة تانية للصحرق او للدجلين يقولي لهم ان احنا ما قدرناش عليه نعم فباخر دول وبيسترعي بقى الفتحة الفراودة الكبار اللي هيخلصه بيعمل التبديلات بتاعته كده ويبعت الفتحة الكبار والفتحة الكبار بيقدروا يأثروا على مين؟ على هذا الشخص يعني اللي هو حتى وان كان ملتزم بقول اذكار وكده فبيعمل له اسحار نعم فهي تعاني نفس التجربة وما حدش راضي يصدقها من المحيطين كل المحيطين بيقول لها لا الانسان لما بيرتزم بأذكاره وبأوراده ما فيش حاجة تقدر تيجي يامه ولا كبار ولا صغيرين وان كلام الشيخ ده غير صحيح مية بالمية تمام فبتسأل حضرتك ايه رأيك في المروضة؟ تمام طبعا هو معلوم ان السحر درجات او الصحر درجات هي مسألة مش بالطريقة دي ولكن يعني زي ما بقول كده في ساحر عتى في الكفر لانه ما بيعطلوش الشيطان قدرات الا الا مع حجم الكفر ولا اياذ بالله سلم يا رب سلم فاذا عتى الانسان في الكفر ممكن يكون معاه شيطين اقوياء تمام واذا كان اقل يعني شيئا ما بيكون معاه اقل من ذلك لكن في الجملة قال الله سبحانه وتعالى ان كيد الشيطان كان ضعيفا فاحنا ما نهولش من المسألة وفي نفس الوقت ما ننفيهاش ايوا مسألة ممكن تكون موجودة لكن نستطيع ان وجاء نعم نستطيع يعني بملء الفم نعم نستطيع ولكن بتقوى الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على الاذكار مع الدعاء والاستمرارية الاستمرارية في الذكر لان بعض الناس بيعمل شوية يقول الاذكار شوية ويقف يرقي نفسه شوية بعدين يقف فلما بيقف ده بيعمل ايه بيقوي الشيطان الشيطان قال الله من شر الوسواس الخان الناس بيخنس من الذكر فاذا استمر الانسان على الذكر بيقين ان شاء الله يقف بالكلية بس انهم الاستمرارية نعم نعم مع اليقين المواصلة يعني كما يقول مواصلة بيقين نعم دكتور حياك الله احسن الله عليكم